في ظل العقوبات المفروضة على روسيا ازاي روسيا ممكن تنفذ هذه الالتزامات وهذه التعودات بانه هيكون في توسع في التعاون ما بين روسيا ودول القرى الافريقية بالتأكيد روسيا لديها وجهة نظر اخرى تجاه الغرب ولديها انتقادات والغرب لديها انتقادات وفي عقوبات فرضها الغرب الروسيا بترى انها عقوبات ظالمة وبتطال الافراد ده موجود احنا الصين قدمت مبادرة تعتبر من اهم المبادرات وقالت انها ضد الاحتلال والغاز وغيره لكنها ايضا ضد العقوبات غير المبررة تجاه الامر وانه هذه العقوبات بتكون استفزاز لدول اخرى اهمية ان يكون هناك تدخل لانه عدم وقف الحرب هو رمز لفشل النظام العالمي الموجود والنظام الدولي يمكن دايما وجهة نظر مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي انه على التجمعات الاقليمية عربيا واسلاميا وافريقيا ان لا تنتظر المؤسسات والمنظمات الدولية اللي هي عجزة بشكل كبير لانه لا ننتظر الخارج بالعكس يمكن ان يكون لنا مبادراتنا ذلك دايما الرئيس بيطرح في افريقيا انه يتم التوسط في الصراعات الحدودية او في الصراعات الداخلية وانه المصارات السياسية ان اجلا او عاجلا يتم طرحها وخلينا نقول انه جزء من مباحثات مصر وروسيا روسيا دولة كبيرة ولها تأثير صحيح في عقوبات بالتأكيد وفيه حرب اعلامية وحرب سيبرانية بين كل الاطراف منذ مدة ربما لا تأخذ شكل الحرب البريدة لكن خلينا نقول انه روسيا بترى انه الغرب يريد ان ينهي روسيا او ينتقم منها الغرب بيرد بده انه لا انت ده فيه انت قدمت على الغاز في نفس الامر بيقول لا اداء الباب الخلف لنا وانه دخول اوكرانيا ده سياق مختلف ربما هو لا ينتهي وكل طرف بيرى انه لديه الحق الاكتر وده انا بقول ليه النظام العلامي لانه هو هذا الامر يحتاج الى نظام العلامي اكثر توازنا واكثر قدر على التدخل في هذه النزعات وده دايما اللي بتطالب به افريقيا لان الدول الافقر والدول الاضعفية التي تدفع سمن اكتر لهذه الصراعات نعكاس هذه الحرب بكل تأكيد